لماذا لم يستمع الغنوشي لرأي ومطالبة رفيق دربه عبدالفتاح مورو في عام 2019 وباعتزال الحياة السياسية حينها وبالتالي تجنيب تونس مزيد من الدمار والوصول إلى هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد في البداية طبعا شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل متابعي قناة الغد الفضائية وإلى كل ضيوفك الكرام كذلك أهلا طبعا صحيح ما ذكرتها أن راشد الغنوشي هنا لم يستمع إلى نصيحة رفيق دربه عبدالفتاح مورو والحقيقة أن حركة النهضة هي نعم يعني الآن تقريبا هي تجني سياسة راشد الغنوشي والمحيط والمحاط يعني ببعض الحقيقة خاصة بعد 2014 بعد انتخابات الرئاسية وتشريعية 2014 محاط يعني بجملة من الانتهازيين والمتملقين وبالتالي هنا تغيرت ربما حتى يعني طبيعة التفكير العقادي وطبيعة كذلك الثقافة السياسية لهؤلاء ولذلك نرى حتى مواقفهم يعني أمس واليوم تتقلب وتتقريبا تنقلب ب180 درجة الجيل الجديد الجيل الجديد في تونس تقريبا هنا يجب أن يواكبه جيل سياسي جديد لأن استحقاقات المرحلة الحالية الاقتصادية والاجتماعية هي استحقاقات جديدة تقريبا لا يمكن معالجتها بالعقل القديم والفكر القديم ليس فقط هنا الحديث على الإسلام السياسي وراشد الغنوشي وحركة النهضة كل السرديات التقليدية الآن هي في ذمة التاريخ سواء كانت مرجعيتها يسارية أو قومية أو إسلامية يعني الآن حتى وريكورماي المفكر الفرنسي قال نهاية السرديات الكبرى هذه لأن في الحقيقة ما نراها الآن من استحقاقات المرحلة الحديثة يعني خاصة من الجيل الجديد الصعد وهي استحقاقات أساسة اقتصادية واجتماعية حركة النهضة لم تكن في مستوى انتظارات التونسيين على الأقل في هذا الجانب وتقريبا يعني حتى طبيعة تحالفاتها منذ 2011 إلى اليوم تقريبا يعني بحثت ربما على التواجد في السلطة أكثر نعم سيد بلبابا سالم ولم تنصت يعني عبر قيادات عبر قيادات مؤثرة وهنا لا بد أن نقولها يعني بصراحة يعني حتى القيادات التاريخية لحركة النهضة وحتى ربما الغنوشي يعني استبعد بعض العناصر التي لها مقبولية عند الشارع التونسي في الجهاز سنبحث في تفاصيل ذلك سيد سالم ترجمة نانسي قنقر